ممكن في البعض قد يقول بأن الحديث للإعلام على تفاصيل الأمور الداخلية ممكن أن يسبب مشاكله وممكن كابتن عثمان في بعض الأوقات يقال في الوسط الرياضي بأنه مشاكله كثيرة مع الأندي يعني ما في نادي يروح تأليه لتخلص والأمور تكون مش طيبة لا 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 مش مشاكل شوف لا لا مش مشاكل أنا عندي ولا اختلاف في وجهة النظر خليل عندي شوف لا لا عندي قواعد وقوانين يعني أنا في أي نادي كنت متواجد فيه وإذا فيهم حتى بيقدر يحكي يحكي حاليا يعني ما عنديش مشكلة أنا في النهاية باجي بتفق معك على نظام واحد زائد واحد يساوي اثنين نعم شو مطلوب منك شو مطلوب مني أنا بشتغل شغلي وأنت بتشتغل شغلك فقط لا غير بس لما أنت تصير بدك تشتغل شغلي وتصير بدك تعلمني كيف أشتغل شغلي أو أشتغل شغلك وأصير أشتغل شغلك وأدور أني أنا أخلص مشاكلك إذن أنت رح تحطني مشكلة كبيرة خاصة مع اللاعبين تحديدا فأنا معظم اللي بصير معي تحديدا هو حماية لللاعبين يعني إحنا بنحكي إذا بدأت حكي عن نادو الصلط سبع شهور سبع شهور ولا غياب يعني الغياب الفترة اللي صارت الغياب اللي صارت لما صارت الإدارة تحكي مع اللاعبين فقط لا غير أما قبل هيك اللاعبين كانوا ملتزمين اللاعبين كان فيه أشياء أنا بقدر أشتغلها اللاعبين بيعرفوها كويس بقدر أخليهم دائما ملتزمين في التمرين سبع شهور بدون رواتب بدون رواتب طبعا يعني رقم مش سهل فالحسين اربط كمان ست شهور بدون رواتب وبدون ما حدا كان يعرف في هاي القصص يعني ففي النهاية انت قاعد بتشتغل في مكان انت حامل الحمل على اكتافك وماشي وقال يا الله الناس بتفكروا موضوع سهل بس هو موضوع صعب جدا ومعقد يعني اذا بدي احكي لك حالات صارت انه لاعب باء سيارته لاعب ما عندوش كهرباء في بيته واسماء طبعا اسماء محترمة فهاي المشاكل في النهاية انت المفروض عليك تحلها موضوع مش سهل لانه انت متفق مع النادي على مبلغ محدد ومبلغ بسيط جدا كان الموسم الماضي كان مبلغ بسيط جدا مقارنة في المواسم السابقة موسم يعني اقل من ديش اقول لك الربع يعني تقريبا اقل من الربع فرقم بسيط فانت جايب رقم كويس في الموسم القبل وجايب دافع للعيب مبلغ محترم يعتبر فلو اندفع هذا المبلغ في الموسم الماضي كنت بتقدر تخلص الموسم الماضي والمواسم السابقة كان خلصت كل الديون اللي عليك لكن انت اقل من الربع ما قدرت تدفعه اذا عندك انت المشكلة مش عند عثمان حسنات في النهاية ما بقدر اسيطر على العيب فكبتل فنيا بتشوف انه كانت الامور كلها على ما يرامي يعني نجحت فنيا مع الفريق انا فنيا شوف انا مقتنع قناعة تام الحمد لله رب العالمين الفريق بقى له شخصية محترمة الفريق بقى يلعب باسلوب واضح كل الاردن بتعرف انه الفريق بلعب كرة قدم محترمة الفريق بقى يضغط الفريق بقى يقدم كرة قدم جميلة ففي النهاية انا باعتقادي على اللي كان مقدم لللاعبين شيء مميز لكن بتعرف الظروف النفسية تاعت اللاعبين في النهاية راح يتخونهم وراح يتخونني انا في النهاية هذا موضوع طبيعي جدا فانا قررت الرحيل لما شوفت انه اللاعبين بطلوا يستجيبوا للقرارات الفنية فقط لا غير اما غير هيك لا شوف اللاعب بصل لمرحلة لما يكون مضغوط نفسيا ولما يكون تفكيره خارج نطاق كرة القدم وتفكيره بالعرب الفصيح في عيلته في اهله في مشاكله الخارجية بده يجي على الملعب قد ما يكون لاعب كبير وقد ما يكون شغل راح يجي مشوش فانت في حالات صارت معي انا في الملعب اني بنادي على لاعب بينه وبينه خمس متر هو مش قادر يسمعني حتى انا يعني عندي اسلوب مع اللاعب يمكن معظم اللاعب بعرفوه انا بغير التكتيك بشكل مستمر ممكن يعمل حالة ذهنية وفنية لللاعب مختلفة تماما وتفكير جديد وبرجعوا على اللاعب دائما جاهز ذهنيا على طول مباشرة اللاعبين بطلوا يستجيبوا لهاي الحالات يعني صرت غير التكتيك اللاعبين مش فاهمين صار بدهم اعادة تهيئة من اول وجديد فاللاعبين صاروا خارج نطاق التغطية فلهاي اللحظة انا ما بقدر احارب فيهم لانه انت خلص بتخسر سلاحك الاساسي اللي هو اللاعبين فبندك تضطر توقف وخلص تشحط برك وبعدها صير الشغل الثاني تاع الادارة لانه الادارات لها دور كبير كتير في العمل الفني تاع المدرب يعني انا ما بدي اذكر لك قصص لكن في كتير اندي اخذت دوريات بالمصاري بالعامل النفسي بالتحفيز فانت ما عندك تحفيز اصلا الاشي اللي انت حقك مش ما اخذه فكيف بدك تاخذ التحفيز فموضوع مزعج بصراحة موضوع الاندي مش انا بحكيش عن نادي السلط كل الاندي بشكل عام تقريبا طب كبتن مع نادي السلط لو تعمقنا اكثر فنيا وتحدثت هنا بان بالنسبة لك كنت مقتنع تماما وفي اسلوب وفي طريقة وهذا الشيء يحترم في بعض الاوقات اذكره في بعض مباريات نادي السلط وحديث يعني المحللين الحديث من يتابع بان طريقة اللعب والبناء من الخلف قد تجد صعوبة في تنفيذ هذه الطريقة بناء على امكانيات اللاعبين شوف ممكن تشكل خطورة عليك كمجرب في الناحية الدفاعية مع احترامي للمحللين ومع احترامي للي بحكي هذا الكلام انت بتدور على كرة القدم الكلاسيكية القديمة خلصنا منها المفروض اذا انت بدك تتطور اذا انت بدك تروح على عالم ثاني اذا انت بدك تلحق الناس اللي يعني قريبة عليك وحتى سبقونا بالعرب الفصيح تعوين شرق اسيا انت لازم تروح على هذا الاسلوب هذا الحكي انا بحكي لك قناعات شخصية 100% يعني انت في النهاية احنا كثير بعاد عن كرة القدم العالمية والمتطورة كثير بعاد فانت اذا بدك تضل تحكي احنا منقدرش واحنا منقدرش لا منقدر ومنقدر وبعنف لكن الاساس انه سيئ التجربة بتاعة اللاعبين على الاغلب سيئة تجربة المدربين سيئة يعني انا كمان بقدر ظروف المدربين المدربين على الاغلب من خوفه على رزقته بضطر يعمل هيك فانا مش مضطر اعمل هيك لانه انا مقتنع اول شي انه رزقه من رب العالمين مقتنع انه رزقه مش راح تضغير مقتنع انه في كرة القدم انا بقدر اللي زي معتز يسين عمره 40 سنة انا مستعد عرض لك فيديو تشوف معتز يسين كيف يلعب في اجره من 20 سنة في منتخب وطني ما عملش هيك اذا معتز يسين مثلا مثال 20 سنة في المنتخب الوطني عمره 40 سنة ما بلعب في اجره عمره ما استخدمها صار يستخدمها بشكل مبيز وجبنا اهداف من معتز يسين يعني بتعود المدرب اليوم قادر على تطوير مئة في المئة موهبة اللاعب واللاعبين الاردنيين كلهم بدون استثناء قادرين انهم يعملوا هذا الكلام بشكل مميز جدا 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 بتصفي انت كمدرد كيف بدك توصله المعلومة كيف بدك تعطيه الافكار كيف بدك تعمل هاي الافكار داخل الملعب بشكل مميز انت حر في طريق التدريب كبتا لو نادى السلط مثلا كانت الظروف المادية جيدة وحكوا لك فترة التعاقدات شونك سكك كبتا عثمان ممكن تغير هاي كان الفريق او اغلب معظم اللاعبين الفريق فنعود هنا اذا لمشكلة امكانيات اللاعبين شف يعني على تنفيذ الطريقة والاسلوب اللي انت بتتبعه حط للطريقة والاسلوب على جنب موضوع التعاقدات على الاغلب انا فيه كان عندي حد مالي هذا الحد المالي بقدر اجيب المحترف اللي بالرقم كذا فقط لا غير والارقام طبعا كثير قليلة يعني في احدى احد اللاعبين لانه المشاكل الادارية بتوديك على الفنية حكيت لك احنا في الذهاب معظم الفرق كنا راكبينهم في معظم المباريات احنا كنا احسن من كل الفرق في معظم المباريات اللي صار معنا كان عندنا حالة تهدفية سيئة كان في عندنا مشكلة في الحالة التهدفية انا كنت جايب محترف جايب هداف الاتحاد الاسيوي مع السيب العماني هذا المحترف قعدت معاملته 46 يوم وهذا الحكي مستحيل يعني هذا عمل اداري هذا مش رح اجي اروع الداخلية و اروع المخابرات مش رح امشي انا في هذه المعاملة يعني كابتن وضعت كل المشاكل التي واجهت السلط هنا في الجانب الاداري جانب اداري مية في المية و انت في النهاية انا كيف بدي اجيب اللاعب هذا انت فنيا مقتن يعني الامور الفنية كلها كانت رابعة الامور الفنية كانت تعالى ما يرام لو اجينا هذا اللاعب على الرغم من النتائج كانت سلبية لو اجي هذا اللاعب والفرص هاي اللي كانت تضيع كنا نسجلها طب انت تخلص من الذهاب وبتنام تقعد وتحط اجر عجر وهذا الحكي هم كانوا كمان الادارة مقتنعين فيها عشان اكون معك واضح والادارة شايفين هذا الحكي كويس حتى بين الذهاب والياب صارت نفس المشكلة جبنا لاعب وقاعدت مودي طويلة لما اجينا وفي لاعب كان عنا شارب ماكل ناين فقط لا غير طب كنت انت نكون وفحين اكثر انت هون تتحدث اراضي فنية لان المهمة كانت هي الثبات والمطلوب منك ثبات وانت تسعى للثبات ثبات والعقوق بدنا نحكي شو ما بسموها المشاكل اللي صارت معنا وكيف احنا لكن درسنا دي الصلط كان صعوبة والضغوطات يعني عليك لانه فش حذا ما واقف معك يعني بصراحة هنكون واضحين يعني صحيح ابو احمد خالد عربيات ما كانش يقصر وكان يجي معنا الوحيد لكن الناس الثانية ما بتعرفش يشف كرة القدم وهاي مشكلة كثير كبيرة